أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية في برلين مارتين فريكا أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطع غزة وأوضح فريكا أن الأونروا تطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها كإدارة ملادئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية وأشار فريكا إلى أن الأونروا تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة مشددا على أن حضر الأونروا سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة منذ أكتوبر من عام 2023 ترجمة نانسي قنقر